اكسبرس افر اكسبرس يا عادل شو نحوالك اسلام اسيدي مرحبا بيكم ورحبا بالسيدة مستمعيك صفالة باس الحمد لله شنين الحكاية يا عادل والله هي الحكاية ترجع الى شهر اكتوبر 2019 في المسابقة عدد مية وثلاثة عشرية المعطيات بتاع الملف تقول اللي شخص اللي تسلم معنتها السك ما هوش هو السيد اللي يتكلم في في الاذاعات وقال اللي هو تحيل عليه هو باش نحب نعطي نوضح انه معتها طريقة تسليم المربيخ هي مضبوطة في النظام العام للمسابقات شركة نهوض ورياضة عندها نظام عام للمسابقات مصادق عليهم قبل مجلس الادارة وصادر في الرأي دراسمي لجمهورية انسية معتها يضبط طريقة المشاركة ويضبط كذلك طريقة التصريح بالنتاج وكذلك طريقة تسليم المبالغ الفائزة بالنسبة للتصريح بالنتاج نحب نأكد اللي احنا عنا لجنة من خارج الشركة في اعظام من خارج الشركة يمثل وزارات الداخلية والمالية ووزارة شباب ورياضة ويحضر معها معدل المنفذ هم اللي يشرفوا على عملية التصريح بالنتاج يعني يشوفوا شكونهم البطاقات الفائزة ويعملوا محضر جلسة على ذوق المحضر جلسة ذاكا ان شركة نهوض برياضة طالة على النتاج في كافة الوسائل المتاحة كما صفحة التواصل الاجتماعي خاصة بها وكما نشرية البروموسفور لحنا عنا جريدة بروموسفور تزدر كل يوم اثنين فيها النتاج وفيها الشباكات مثال المتابقات وفيها يعني تعطي معطيات للمترهنين على الفرق اللي مش تشارك في المباريات اللي موجودة في المتابقات نرجع للمسألة بالنسبة للفائزين احنا المنظومة اللي عنا انه الوثيقة اللي تعتمد هي القصاص الفائزة يعني كل المترهن انه يعمر القصاص اللي تاعه وياخذ كوبونه من عند النقطة البيع اللي فيها آلة ترافية لانه نحن المنظومة الاعلامية التي عنا نخدم معرزة وفيكس يعني فما منظومة اعلامية مركزية في الشركة مربوطة بعديد اللقات البيع اللي هما في حدود 500 نقطة بيع منتشرين على كافة مناطق الجمهورية نقطة البيع اللي تراهن فيها السيد هي في ولاية الشركة دونك في التصريب عندما خرجت شركة نوت برياضة الاعلان عن نتيج المسابقة ذيك عدد مئة وثلاثة عشرين في بداية اكتوبر 2019 فاز بها واحد بريد اللي هو المبلغ مئتين وثمانية وثلاثين الف دينار في طريقة الفوز انه السيد اللي عنده البطاقة يستظهر بها ويخلط حسب ما اريد وحسب ما اسمعنا انه المطراهن عنده واحد قريبه او جاره معانتها اتصل به وعلى سيد تستغل ربما طيبة متاعه وقال له ننشي معاك لشركة نهود برياضة تنسى هالكمور هالورك هي الاجراءات بالنسبة للبروموس بورشال اللي يتقدم ويجيب الورقة بتاعه يخلص على البلاسة ودي ما احنا نحدو معانتها الموعد متاع تسليم السك اللي هو عادة بعد ثمانية واربعين ساعة من تصريح بالنتاج الشركة ووقت المسؤولين اللي بالشركة على قبول البتاقات واعداد السكوك تقدم لهم شخص حامل لهوية اخرى اللي موجودة طو في الملف واحد اسمه سامير ولا قب مغيير من سامير انظر is developing واحد اسمه سامير وقدم بطاقة تعريفنا وجاب الورقة وال تكتب عليها اسمه بستيلو اخر وجد الوثيقة للي تخرج من الماكينة لان احنا ما نطالبوش بهوية المطعنيين وهي حاجة الزامية وتعرف انطمو اللي فيما قانونت material متاع المعاطيين كما ريهان العياضي أنهم يقدموا الهويات متاعهم وحتى الناس اللي يفايزين ما يحبوناش أنه هذا من حقهم أنه ما نحبونه حتى الفايز كي يجي يتصل بنا ما نعلنوش على الهوية الكاملة متاعهم فالنشرية نحطوا جوزة الحروف الأولى من الاسم متاعه واللقاب متاعه الوثيقة اللي دينا تقعد محفوظة سرية عنا أخنا فيها رقم البطاقة تعريف متاعه وفيها دي شارج متاع السك اللي يتسلم العملية حسب ما أفهمت معتها شريكة نهوط برياضة الشخص اللي يتقدم لها قدم هوية ربما مش هو الشخص اللي يلعب حسب إديعات السيد الشاب اللي اسمه أكرم ربما هو يقول جاره وكذين ربما يستغلط طيبا انتاعه الخطر هو سعادل أنه هو جاء للشريكة وما تخلش للشريكة وما تصرحش بالشريكة سعادل هو أنتم ما تعطيهش الفلوس اللي عمرو أقل من ثمانتاش عام حسب ما فهمته أحنا المشاركة بيدها ما ممنوع على أقل من ثمانتاش عام واضح معتها أحنا من نسلقه باللعب كان الإنسان اللي يعطى راشد هو يبدو أنه عمرو قل على ذلك أعطى للسيد بشيخ الفلوس هو بلاست هو يقول أنه عمرو في الوقت ذلك يقول أنه عمرو ثمانتاش فوق ثمانتاش عام حسب ما صرح به أما ينجم يكون أقلي ينجم يكون معندوش بطاقة تعريف وطنية ما نعرفوش شنو اللي سار بعد حد ما يعرف شنو اللي سار هو صحيح يقول أنه تقدم بقضية لدى العدالة وأنا نحب أن نزيد أن أكد رانا كشاركنا هو دبرياضة مستعدين أنه نساعد العدالة في كافة الوثائق والمعلومات المتوفرين لنا حتى إذا كان السيد الشاب أكرم عنده محامي ينأكد أنه ينجم يتصل بينا ويتحصل على المعلومات الكل حتى إذا كان فما شهادات من أحوان أو إطارات الشركة الحاضرين وقتها ولو ربما شاهدوا الواقع للأمانة أن الواقع صارت في 2019 وأنا شخصيا ما كنتش على رأس الشركة في التاريخ هذا ذلك إحنا كشركة نأكد اللي إحنا فتحين يدينا لكافة أشكال التعاون لأعطاء كل حادي حقا لحقهم هي رواية متاع سي أكرم تنجم تكون فيها جانب من الصحة كما يجد أن ينجم يكون مشكوك فيها ما تنجم تحلها كان القضاء ذو ما تعرف قضايا التحيل ما تنجم تحلها كان القضاء لكن أغلب يبدو أنه مشوا عادية الفلوس باعتبار أنه اسم اللي تمني مدلكم الكارتة الورقة تمني تحل الفلوس وهي مش النظام معمول في بداية رغم هذا النظام المعمول في الريهانات الكل في العادة أنه الريهانات كما اليا نصيب كما غذاء حتى في الخارج أنه بعض الألعاب الحظ والريهانات كما اللوتو أنه ما تظهرش الهوية متاعك في الورقة اللي تتسلمها اللي أنت يلعابك نحن خاطر الوثيقة الحاجة المتأكدة تقل فيها اللي هي نقطة البيع رقم نقطة البيع لأنه نحن السيستام بتاعنا مربوط بو عنا 500 أو فوق 500 نقطة بيع كل نقطة بيع عندها كود يعني عندها رقم نجم تكون رقمها 601 كما تنجم تكون رقمها 620 كما تنجم تكون رقمها 250 الرقم نقطة البيع يظهر في البطاقة ويظهر معها رقم القصاصة والكودابارة متاعها ما تصادش بكم السيد سعاد المدره هيدا والله يقول هو أنه في 2019 رجع لأنه الإشكال أنه إحنا في السياسة التجارية متاعنا الفائزين بمبالغ هاما نعمل معهم حوار صحفي في الجريدة متاعنا اللي كيمقاتك تصدر نهار اثنين واللي هو صرح في الجريدة وقت قراء أنه في الوقت ذاكي يعني نرجع إلى 2019 تقراء أنه جاء شكاء إلى الشريكة وعطوه حق الرد في الشريكة زاده هو بيدو عمل تصريح في الجريدة اللي هو تم التحيل عليه اللي هو راه هو الفائز الحقيقي لكن وقتها أنه السك مع التخذية والقصاصة قاعدة محفوظة لدى الشركة وكذلك رقم بطاقة طريف ونسخة من بطاقة عريك منه الشخص اللي تسلم المبلغ واضح تيك صحة شكرا لك سعادل عايشك السلام على كل التوضيحات والتفاصيل مدتنا بها بخصوص الموضوع هذا كيد موضوع للمتابعة وقضية بيبدو أنها بسوصل أرواقات القضاء بين الشخص هذا اللي قاعد تحيل عليه في تقريبا مبلغ يوصل حتى الربع مليار قد شوية من قبل شخص آخر فائز فالبروميس بور فاصلتهم واصلين فالبلاي في اي خفضو زق من حط